أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الثابتة بدعم كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يلبي طموحات الشعب اليمني وإنفاذ إرادته الحرة وشدد الرئيس السيسي خلال استقباله للفريق ركن محمد علي المقدشي وزير دفاع الجمهورية اليمنية شدد على أن مصر لن تتدخر جهدا لمساعدة اليمن الشقيق في بلوغ تلك الأهداف استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباحا الفريق ركن محمد علي المقدشي وزير دفاع الجمهورية اليمنية وذلك بحضور السيد الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وبمشاركة السفير اليمني بالقاهرة محمد علي مارم وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الدفاع اليمني نقل تحيات الرئيس اليمني عبدالرب منصور هادي إلى السيد الرئيس مثمنا علاقات التعاون بين مصر واليمن في كافة المجالات خاصة على الصعيدين العسكري والأمني كما أعرب عن تطلع بلاده لاستمرار مصر وكأكبر دولة عربية في دعم الجهود السياسية الهادفة لاحتواء الوضع في اليمن وإنهاء الأزمة الإنسانية بها وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبدالرب منصور هادي مؤكدا سياداته موقف مصر الثابت بدعم كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يحقق استقرار اليمن ووحدة واستقلال أراضيه ويلبط محاط الشعب اليمنية وإنفاذ إرادته الحرة وينهي التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اليمنية مشددا سيادته على أن تلك هي مبادئ وثوابت السياسة المصرية وأن مصر لن تدخر جهدا لمساعدة اليمن الشقيق في بلوغ تلك الأهداف